قيمة الأموال المنهوبة المهربة في العراق توازي الموازنات الاستثمارية التي أقرت منذ عام 2003 وحتى اليوم بحسب المجلس الحكومي لمكافحة الفساد نتيجة لامست الحقيقة التي تؤكد الوقاع أنها أسوأ حالا مما أتى به المجلس فبعد عام 2003 بات العراقيون يجهلون مصير ثروات بلدهم وأمالها حيث انتشر الفساد فيه كالنار في الهشيم في طرق متعددة ومعقدة وشهد ضياع مليارات الدولارات من المال العام وتذيل قائمة النزاهة وتصدر قائمة الدول التي تغص بعمليات غسل الأموال وفي ظل فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق والدور الرقابي الضعيف فإن الكارثة لا تكمن بالسرقة بقدر ما تتعلق بطبيض تلك الأموال والتصرف بها وقد تنوعت طرق غسل الأموال بحسب قيمتها ونفوذ صاحبها حيث عمل أصحاب النفوذ الذين تتناسب سرقاتهم مع قيمة مناصبهم إلى إخراج أموالهم خارج البلاد فيما عمل منهم أقل نفوذا وسرقة على إعادة تدويرها في الداخل هذا الوضع المتردي الذي حل بأموال العراق وثرواته أكدته لجان مختصة رأت أن عمليات غسيل الأموال في العراق لن تتوقف لجنة نزاهة نيابية على سبيل المثال للحصر قالت إن الغسلة سيستمر إذا لم يتم إجراء عملية دقيقة لمراقبة التحويلات المالية وذهبت اللجنة أبعد في نظرتها السلبية مؤكدة أن غسل الأموال هو أحد عوامل تدمير اقتصاد البلد والأزمة المالية التي يعيشها وعن الفساد والفشل الحكوميين في ملاحقة عمليات غسل الأموال تؤكد كتلة التغيير النيابية أن الحكومة تمتلك وثائق قضائية ومصرفية مهمة عن الفاسدين بشأن عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لكنها غير جدية باتخاذ قرارات حاسمة لمحاربة الفساد وإعادة الأموال المسروقة وهو ما أوصل البلاد إلى الأزمات التي تعيشها اليوم وبالرغم من أن غسل الأموال أصبح ظاهرة في الفضاء العراقي لكنه لا يواجه بالمستوى الذي ينتشر فيه إذ تتغاضى السلطات عن عمليات الغسل وتتجهل تجارب الدول الناجحة بمحاربة الثراء الفاحش والسريع للكثير من الساسة والتجار الذين سرعان ما يتحولون إلى حيتان في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر